طيب تعالوا نروح لأخبارنا النهاردة هنبدأها أكيد من بيتنا الكبير النادي الأهلي النهاردة النادي الأهلي بيختدم طبعا استعدادات المواجد سونديب بكرة وبدأ المران الفريق النهاردة بيه محاضرة نظرية قبل التدريب ثم خاد الفريق التدريب بدني خفيف احنا عارفين قبل المباريات بيبقى التدريب البدني قليل شوية لكن التركيز على الجانب الخططي الجهاز الفني عمل تأسيمه نفس خلالها طبعا بعض الخطط وبعض الجمل التكتيكية اللي ان شاء الله النادي الأهلي يستغلها بكرة ان شاء الله بشكل كويس النهاردة كمان الجهاز الفني يركز على الجانب الخططي زي ما اتكلمنا من خلال المراني الأخير اللي أقيم فيه مش الملعب الرئيسي أقيم فيه إحدى الملعب الخاصة فيه هناك في النيجر وعمل تأسيمه تأسيمه دي عبارة عن ثلاث مجموعات الفريق بيخد فيها بعض التدريبات بعض الأشكال التكتيكية زي ما احنا شايفين يمكن يمكن الملعب طبعا مش حاسين انه ملعب ملعب كرة عبارة عن جنينة كده تقريبا اه يعني مش ملعب كرة رسمي لكن عبارة عن جنينة ويمكن دايما سيهم التدريب اللي قبل المباراة يمكن بيكون مهم بس في الكرات السابتة ببعض الاستشفاء اللعيبة زي ما احنا شايفين كده روح حلوة ما بين اللعيبة بيخرجوا شوية من الضغوط لكن ان شاء الله احنا متأكدين ان شاء الله باذن الله ان المباراة بكرة ان شاء الله تكون مباراة كبيرة والنادي الاهلي حقق فيها اول فوز للحصول على النجمة العشرة ان شاء الله باذن الله ربهم اكيد حطين في دماغهم الهدف ده صحيح وخلاص يعني ما فيش ادعى من انت يعني خلاص تكمل ويعني سبع سنين مرت ان شاء الله ما تتكررش المدة الزمنية كبيرة دي عشان تتحقق لقب افريقي مهم جدا وعارفين انه غالي جدا علينا كنادي اهلي محمد الشناوي كمان وعلي لطفي مصطفى الشبير النهاردة ثلاثي حراسة المرمى في الفريق الاول لكرة القادم في النادي الاهلي كانوا بيعملوا النهاردة تدريبات منفردة تحت اشراف طبعا كان ميشيل مدرب الحراس الميراندا اجتمل على بعض التصويب من زوايا مختلفة في الملعب كمان الكرات العرضية في نقطة مهمة كمان في نهاية التدريب ده الجهاز الفني كان مخصصها كان مخصص فقر التدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة كابتن اه بالضبط طالبهم بي اه الكرات الثابتة واحنا يمكن شوفنا النادي الاهلي خلال المباراة اللي فاتت ومباراة القمة الافرقية بيستغل الكرات الثابتة بشكل اكتر من رؤع سوق ارضية الملعب كمان ممكن جدا ما يساعدش اللعيبة على بناء الهجمة او نعمل الكرة الحلوة اللي احنا بنلعبها وبالتالي كانت فيه سلاح مهم جدا ان الكرات الثابتة هتكون ان شاء الله سلاح بالنسبة لنا ان شاء الله نستفيد منه